ايه حكم الصلاة في المكان؟ في البيت اللي فيه كلب؟ الكلب لو موجود في المكان دايماً بنقول للناس خلوا فيه مكان لا يدخل فيه الكلب وجعلوه مصلى والصلاة صحيحة حتى لو هو موجود في مكان الصلاة لن تبطل أبداً لوجود الكلب في مكان لأن كان بيمر ما بين إيدين الناس ولكن السؤال عن حاجة تانية فيما يتعلق بالمنزل فيما يتعلق بوجود الكلب وإحنا بنقول مسألة بسيطة لو جعلنا الكلب في البلكونة أو في الجنينة خلاص كل الأحكام بقى المتعلقة بمسألة نقص القراط وكل ده مش هيبقى موجودة عندنا أما ما مسألة بقى الصلاة في البيت وعدم الصلاة في المسجد إحنا الفتوى اللي عندنا والمستقرة أن الصلاة في المسجد سنة مؤكدة يعني هي سنة مؤكدة؟ حافظوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركها طيب يعني يجوز أن الرجل يصلي في البيت يجوز أنه يصلي في البيت ولا يزهد في الصلاة في المسجد بل يحرص على الصلاة في المسجد لأن الصلاة في المسجد درجاتها عالية بس عايزين نلفت أنه لما بنقول أن صلاة الرجل في جماعة تفوق صلاة الفذ ب27 درجة في مقارنة بالصلاة تاعته يعني من الصلاة في البيت إذا قارنتها بصلاة المسجد يبقى 27 درجة لا ده صلاة في البيت منفردا تفقها صلاة في البيت في جماعة مع زوجتي مع أولادي ب27 درجة لكن صلاة في البيت لا تقارن بصلاة في المسجد هتبقى هي أعلى بدرجات كثيرة لكن صلاة في المسجد منفردا وصلاة في المسجد مع جماعة بتفقها ب27 درجة فده لابد من الإضاحة هذه المسألة والصلاة في المسجد لا يزهد فيها يعاقر بالعكس الإنسان يبقى حريص عليها لأن كل خطوة إحدى تحط خطية والأخرى ترفع درجة فالصلاة في المسجد صلاة سنة مؤكدة عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالصلاة جائزة وليه طيب ليست واجبة لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا شرطا من شروط الصلاة بل قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لها الأرض مسجدا نطور إبقى إذن فعلم أننا نجوز أن نصلي في أي مكان وهذا معنى أن الصلاة في المسجد ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة ولا يزهد فيها أحد نعم